وانت بتتكلم بقى في افعال الخير دي في حاجات تانية بتحصل في البلد تديقك ماينفعش انها تتعمل سحينا النهاردة الصبح على خبر القابض على الفنان عمر يوسف وزوجته الفنانة كند علوش بتهمت حيازة مواد مخدرة حشاشين تخيل بقى عمر يوسف وكند علوش بملون من جماهيرية ونجومية ومحبين والسناع اللي ماصر كلها تكلمت عنه في يناير اللي فات لما عملوا فرحهم في فندق كتراكت في اسوان تخيلوا تلعو حشاشين انا لما قرأت الخبر ايه ده برا يعني نستحي بقى يا عمر يا كند الخبر منشور على بوابة اخبار اليوم مؤسسة كبيرة مش قليلة في مواقع طبعا الواحد ولا بيدخل عليها ولا بيشوفها فده اصبح خبر زي ما الاهرام ينشو الخبر كده تبقى خبر تصدقوا الاشاعة دي او الخبر ده انتشر كالنار في الهشيم اي حد يتكلمك بقى ويفروض لك الخبر والواتسياب شافت كند علوش حشاشة هي وعمر يوسف وتفاجأ يا اخي ان هو خبر كاذب جملة وتفصيلا حتى ان وزارة الداخلية طلقت بيانة عشان تبرئ زمة الراجل ده ومراته هي سمعت الناس بقت كده هو علشان انا كصحفي ابحث عن ما يسمى وهما وكاذبا السبق الصحفي او الترافق بقى ما الخبر ده ايه ينتشر قريته فين في موقع اكس كله يدخل على موقع اكس يسجل ارقام غير عادية خلاص دون ان انا اكلف نفسي قصحفي اللي هو قالب بقى العمل الصحفي ان اتحرد دقة اتحقق من الخبر اتحقق من الخبر تخيل فين النهارده الاستاذ عبد المحسن سلام النقاب الصحفيين ده دور نقاب الصحفيين فين الاستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هذا الموضوع لا ينبغي ان يمر كده ما ينفعش انا مش مستني عمر يوسف يطلع ويلحق نفسه انا يا سيدي عمر يوسف من الصديق على الفيسبوك مثلا ما عرفش تجذيب الخبر المواقع رح يتواخده من بعض تخيل سمعت واحد دول اتحقق قالوه عمر يوسف انا الصحفي فلان الفلاني فيه خبر كذا كذا لا ده ما حصلش خلاص منشروش انما الخبر ينتشر كده ايه كمية ايه كمية اللامعنية دي ايه كمية الجاري ورا الاشاعة بالشكل ده احنا ليه بقينا كمان مجتمع يميل الى كده ان انت عايز تحب دايما تسمع اخبار سيئة عن الناس اه ده بقى فيه نعادة بقينا بنموت في الفضايا بنعشقها ضبط فنانة مش عارف ايه ضبط فنان ايه لاعب كرة شهير مش عارف ايه ايه ده ايه كمية الهو ده بالمناسبة اللي بقينا بننام ونصح عليه عشان كده بعض المواقع اللي تحت بيري السلم بقت بتتفنن تكتب لك عنوان هذا ما فعله الفنان المخمور مثلا مثلا وتقعد بقى تخش وتلاها ولا اي حاجة مش مواقع صفرة وطبعا اربع بان ده ما ينفعش يخرج من مؤسس اخبار اليوم وفيها يعني اللي اسسها مصطفى امين وعلي امين وفيها كاتب صحفي كبير وقادير الاستاذ ياسر رز استاذ خالد مير رئيس تحرير الاخبار مين رئيس تحرير موقع بوابة اخبار اليوم نخش ونحقق الموضوع ده ما ينفعش يعدي اخوانا ما ينفعش احنا كده عارف بنشيع فكرة الاستسهال الكل بعمال يجري ايه الخبر اللي يفرقها وسمعت الناس تروح في دهية وشير بقى طب زمان كان الخبر الكاذب بورقي مش كل الناس هتقرأ الورقة النهاردة على طول انا صاح الصبح كمية اللي بعتولي الخبر على الواتس اياب والمواقع والفيسبوك وشوفت وعبر يوسف وقل دعلوش وحشيش واه ايه ده يعني احنا منتظرين ايه من بعض منتظرين ايه من المجتمع هي دي القصة اللي شغلته النهاردة تخيل تعالوا نشوف الفنان الجميل عمر يوسف وهو بينفل خبر نزل فيديو على الفيسبوك على صفحته وانشي علشان عايز جيم في الخبر قلنا برضو نزيعه في البرنامج صباح الخير صحيتي النهاردة الصبح على خبر بايخ جدا وغريب جدا جدا معرفش حصل ازاي كاتبين احد المواقع انه تم القبض علي انا وزوجتي في الطاهرة ومعانا اقراص مخدرة حاجات كده اللي بتكتب دي طبعا الموقع ده الموقع مفروض انه هو موقع محترم وكبير وليه اسمه وللاسف في صحفيين كتير خدوا الخبر ده من الموقع ده ويبتدوا انه هم يتناقلوا مبدئيا كندا مراتي في الجونة مش هنا واللي يعني اللي امتابعيننا على السوشيال ميديا عارفين ان احنا بقالنا فترة قاعدين في الجونة وانا رجعت مبارح وهي لسه هناك انا رجعت مبارح عشان عن كان عندي اجتماع شغل مبارح والنهاردة وهسافر تاني هرجع على هناك فالموضوع ملوش اي اساس من الصحة صحية النهاردة لقيت الخبر زي زي الناس بالضبط لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيصحيني لحدة في خبر كذا كذا بعمل الفيديو ده عشان تلات حاجات اول حاجة عايز اطمن كل الناس اللي بتسأل علي والتليفونات الكتيرة اللي انا مش عارف ارد عليها كلها بشكركم جدا انا زي الفل وما فيش اي حاجة وكند فجونا وما فيش اي حاجة واحنا زي الفل تاني حاجة اه كل موقع اه او صحفي كتب من غير ما يتحرط دقة ومن غير ما يتأكد من الخبر انه صح او غلط اه في قضايا هتترفع علشان نجيب حقنا بالقانون رقم تلاتة بشكر كل صحفي محترم كل صحفي محترم اه 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 تم وكلمني وانا رضيت عليه وتأكد ان فيش اي حاجة وانا في البيت زي ما انتم شايفين ما فيش اي مشاكل خالص وابشكركم جدا على ان انتم اهتميتوا وانانتم كتبتوا الأخبار الصحيحة مش الغلط اه بشكركم جدا وانا كويس جدا وكند زي الفل وآه الصباح الفل عليكم تم تجي نقول لكم خبر حلو كده شكرا